اشتركوا في القناة وبعد البلاغة وبعد الأنماط يحين الدور اليوم على تقنيات التعبير المقررة والتي يجب أن تتقنها والتي يجب أن تحيط بها لأنك حتما ستجد إحداها في موضوع البكالوريا ألا وهما تقنية التلخيص وتقنية نصر أبيات ولتسهيل المهمة عليك أدعوك عزيزي الطالب لكي تتعرف عليها جيدا وتتعرف على الخطوات المنهجية التي تقودك إلى التلخيص الصحيح وإلى النطر الصحيح فتابع معي أولا هذا النص للكاتب طه حسين الشعوب لا تعيش هذه الأيام بالتهريج ولا ترقى باللعب ولا تنهض بأعباء الحياة وهي نائمة كاليقضة ويقضة كالنائمة والحضارة التي تلائم الحياة الحديثة شيء متكامل لا يمكن أن يؤخذ بعضه ويترك بعضه الآخر وإنما يؤخذ كله أو يترك كله فالذين يأخذونه كله هم الذين يحيون ويرقون ويفرضون أنفسهم على الزمان وعلى غيرهم من الناس والذين يتركونه كله ويأخذون بعضه ويتركون بعضه الآخر وهم الذين يموتون أو يخملون ويتعرضون للاستدلال والاستغلال ويطمعون الناس في أنفسهم ووطنهم ومرافقهم كلها وفي الحضارة الحديثة كثير من النقائص وكثير من الآتام لكن الشعوب الجديرة بهذا الاسم تجد في صلاح هذه النقائص وهذه الآتام تنقية للحياة الإنسانية من كل شائبة تنقص قدرها فإذا دعونا إلى الأخذ بأسباب الحضارة الحديثة كاملة فنحن لا ندعو إلى الأخذ بما فيها من النقائص والآتام وسبيل هذا الإصلاح إنما هو أن يعرف الناس حقائق الفن الجميل وحقائق الأدب الرفيع معرفة لا تقتصر على طائفة خاصة من الناس تعم الشعب كله ليتقارب أبناؤه في الفهم والدوق والشعور ولا يمتاز الممتازون منهم إلا بالجد والكد في سبيل الخدمة العامة وفي سبيل إسعاد الناس والجهل لا يسعد أحدا وجفاء الطبع وغلض الدوق لا يسعدان أحدا وليست سعادة الناس في أن يجد في يسر ما يحتاجون إليه من الغداء والكساء وصحة الأجسام وإنما هي أن يجد هذه الأشياء في يسر ويجد معها صحة النفوس ودكاء القلوب ونقاء الضمائر وصفاء الأدواق وسماحة الأخلاق عزيزي الطالب بعد أن قرأت النص وتمعنت جيدا لا شك أنك لاحظت أنه يشكل معرفة مطولة وأنا أريد أن أحوله إلى معرفة مختصرة ومقتصرة وبذلك يجب أن نطبق تقنية التلخيص التي نسميها إذن تقنية التلخيص فحاول أن تتبع معي هذه الطريقة لكي نصل مع بعض إلى نتيجة أول شيء أقوم به بعد قراءة النص قراءة واعية متبصرة هو أن أحدد فكرته العامة يعني الفكرة العامة التي يتمحور حولها النص وقد سجلنا هنا هذه الفكرة العامة الحضارة المتكاملة ضرورية في تكامل الحياة فهي فكرة النص العامة أو القضية العامة أو الموضوع العام الذي يتحدث عنه نص المقال الآن وقد تعرفنا إلى الفكرة العامة نحاول تقسيم النص إلى وحدات نسميها وحدات أو فقرات أو نسميها وحدات فكرية نقسم النص إذن إلى وحدات ونحاول أن نضع لكل وحدة أو فقرة عنوانا يناسبها أو فكرة تناسبها فالنص إذن يتشكل من وحدات ثلاث وهي أولا شروط الحضارة الحديثة ثانيا صفات الشعوب الجديرة بالحضارة ثالثا الفن الجميل والأدب الرفيع سبيل إلى صفاء الدوق ونقاء الحضارة الآن وقد تعرفت على الفكرة العامة والأفكار الأساسية يسهل عليك التلخيص فماذا نفعل؟ هو أن نحول هذه الفكرة العامة وهذه الأفكار الأساسية إلى فقرة مترابطة إلى فقرة مترابطة بأسلوبنا الخاصة فعلى سبيل المثال نقول ما يلي لا يمكن للشعوب أن ترقى باللعب لأن الحضارة الملائمة للحياة الحديثة متكاملة فالشعوب التي تستحق الحضارة هي التي تأخذ كل شيء وتصلح نقائص الحضارة والسبيل إلى تحقيق ذلك هو الفن الجميل والأدب الرفيع عزيز الطالب ما هذا إلا نموذج ويمكن أن يكون تلخيصك أجود وأحسن إذن لاحظ معي هذه المراحل وحاول معي أن تتمعن فيها جيدا أقرأ النص قراءة واعية يعني أن تقرأ النص قراءة متبصرة قراءة محاولا فيها أن تصل إلى الفهم الصحيح للنص ثانيا أحدد فكرته العامة وأفكاره الأساسية وهذا ما قمنا به منذ قليلة حددنا الفكرة العامة والأفكار الأساسية لأنها هي التي تساعدك على الإحاطة بمضمون النص ثالثا أعمل على صوغ هذه الأفكار في فقرة مترابطة بأسلوب الخاص يعني تلك الأفكار الأساسية أعمل على ربطها فأحولها إلى فقرة موظفا الروابط ما يناسب من حروف الجر وحروف العطف وغيرها رابعا أحترم الحجم المطلوب وهنا الحجم مسألة مهمة لأنه عنصر أساسي في هذه التقنية والذي يقدر بتلط النص أو أقل يعني يجب أن تحترم الحجم هذا الحجم يقدر بواحد على ثلاثة فعلى سبيل المثال نصنا السابق مثلا كان يتكون أو يتشكل من خمسة عشر سطرا أنا الآن تلخيصي يجب أن لا يتجاوز خمسة أسطر قد يكون أربعة فلا يمنع لأن القاعدة تقول واحد على ثلاثة أو أقل يمكن أن يكون خمسة يمكن أربعة أربعة ونص ولكن ليس أكثر من ذلك إذن فخلاصة القول أن التلخيص هو إعادة معرفة مطولة في معرفة مخصصرة بأسلوبنا الخاص مع مراعاة الحجم وعليك أن تنتبه أن المصحح يوم البكالوريا ماذا يصحح في تلخيصك؟ يصحح ثلاثة أشياء الأمر الأول هل النص مضمونه موجود؟ ثانيا هل لخصت بأسلوبك الخاص؟ ثالثا هل احترمت الحجم؟ وهذه هي المعايير التي نصحح بها هذه التقنية الآن تابع معي لنتعرف على التقنية الثانية والتي نطلق عليها نظر الأبيات يقول صفي الدين الحلي وهو شاعر من شعراء عصر الضعف لا ينطط المجد من لم يركب الخطراء ولا ينال العلا من قدم الحضراء لا بد للشهد من نحل يمنعه لا يجتن النفع من لم يحمل الضرراء من فاته العز بالأقلام أدركه بالبيض يقضح من أطرافها الشرراء الآن بعد أن قرأنا الأبيات نحيد تحويلها إلى نطر هناك شعر أحوله إلى نطر لاحظ معي جيدا ثم بعد ذلك نشرح إن طريق الوصول إلى القمة صعب محفوف بالمخاطر والمهالك ونيل المعالي والدرجات الرفيعة لا يأتي بالسهل فعلينا تحمل النتائج فلا يوجد عمل من دون تبعات ومن دا يجني شهد العسل دون التعرض للسعات النحل كما أن الطرق المؤدية إلى المجد متعددة وكثيرة فقد تكون عن طريق العلمي أو الجهادي أو أي طريق آخر الآن لو وازنت بين الأبيات الشعرية وبين هذه الفقرة لوجدت أن مضمونها يتطابق تماما مع محتوى الأبيات فما الذي فعلته أنا حولت الأبيات إلى فقرة منطورة بيتا 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 أقول بيتا فلاحظ معي هذه المراحل أولا أقرأ النص قراءة واعية فالقراءة هي شرط أساسي لأنها هي التي تقودك إلى الفهم الصحيح ثم الآن أحول الأبيات إلى فقرة منطورة بيتا 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 بإزالة خيط النظم ما معنى خيط النظم؟ يعني خيط الوزن والموسيقى الموجود في الشعر لأنني حولت الأبيات من قالب شعري إلى قالب نثري ثالثا أحافظ على المعاني يعني لا زيادة ولا نقصان لا أعلق لا أقول الشاعر ما لم يقل وأستعمل اللفظ المرادف ما معنى أستعمل اللفظ المرادف؟ فإذا قال الشاعر قعدة أقول أنا جلسة إذا كان قال غادرة أقول بارحة وهكذا إذن فأنا أستعمل المرادف رابعا أبتعد عن التكرار في السابق قلنا بيتا بيتا ولكن إذا كانت هذه الأبيات تتضمن معاني مكررة فلا داعي للتكرار إذن فأنا أبتعد عن التكرار أخيرا أتكلم بلساني وكأني أنا الشاعر يعني في النطر يصبح الشاعر غير موجود فأنا لا أقول مثلا يقول الشاعر أو يتحدث الشاعر أو يخبرنا الشاعر لا كل هذا غير وارد وإنما أنت تتحدث مباشرة وكأنك أنت الشاعر فقط تترجم معاني الشاعر من قالب الشعر إلى قالب النطر بهذا أصل معك عزيزي الطالب إلى نهاية الدرس على أمل اللقاء بك في الدرس القادم فكونوا معنا ولا تنسوا أن تراجعوا هذه التقنيات لأنها مهمة وهي أيضا ذات تقدير كبير في البكالوريا فإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر